اشتركوا في القناة فيسبوك وعلى اليوتيوب دكتور خالد ايه ابو الفاضل اتشال. مجد اتكلم على واحنا بنكمل كلامنا في عايز اعرف ايه هو ايه هي بتاعته ايه المفروض اعرفها عن اول حاجة دايما زي ما احنا متعودين اي مصطلح جديد بحب اعرف بتاعه الاول فاول حاجة اتكلم عنها فما اجي اعمل ليه حاجة اسمها ادد سبيس احنا عفي ديد يعني ما يتوي سبيس يعني سبيس طيب ادي له هو عبارة عن ايه هو عبارة عن باتاني اتكرار بيعلم الشطار ادي دي سبيس هو عبارة عن ايه عبارة عن ايه انظرون المفروض ايه but are not exchanging oxygen and the carbon dioxide with blood the definition you are parts of our regions of respiratory system that contain air but are not exchanging oxygen and the carbon dioxide with blood. في ديفينيشن تاني هو عبارة عن volume of air in respiratory system that doesn't undergo gas exchange with blood. the same definition. جزء من الجهاز التنفسي اللي لاقي فيه هوة لكن ما بيحصلش عنده gas exchange. يعني وإحنا بنتكلم في تكرار بيعلم الشطار. كنت بقول ان ال بتاع بتاع بقول ان كان بيكوان من والبومب. لو نفتكر مع بعض. كنت بقول ان بنقسمها الحاجة اسمها كونداكتنجزون. وحاجة اسمها رسبيراتوريزو. كونداكتنجزون ما بدأنا من النوز. نيزوفارينكس. لارينكس. تراكية. ميجربونكاي. برونكيولز. تيرمينال برونكيولز. وقلنا عندهم نوجاز اكس تشينج. طيب هذه الكنداكتنجزون اصلا فيها هوة. اير. وما بيحصلوش جاز اكس تشينج وزبلد. فبقول عليه ده وعشان نبقى دقيقين اكتر بنقول عليه اناتوميكا الديدس بيس او اناتوميك ديدس بيس. يبقى التكرار بيعلم الشطار. اما اجا تكلم تاني. الديدس بيس هو عبارة عن. ممكن اقول volume of air. in the respiratory system. a volume of gas in the respiratory system. that doesn't undergo gas exchange with a blood. يبقى a volume of air in the respiratory system that doesn't undergo gas exchange with blood. او اقول هو عبارة عن الريجون of respiratory systems that contain air. but are not exchanging gases. اللي هو اكسوشين انت كاربون دايكسايد. مع مين? مع البلند. الطيبس بتاعته اول انه عندي حاجة اسمها اناتوميك او اناتوميكا الديدس بيس. الاناتوميك او الاناتوميكا الديدس بيس اللي انا لسه ايلهم. اللي هم الايروي باسجس اللي انا قلت عليهم الكوندكتنجزون. الكوندكتنجزون زي ما قلنا. جداية من النوز. مرورا بالنزوف ارنكس. لارنكس. تراكية. ميجور بونكاي. برونكيولز. تيرمنال برونكيولز. كل دول كانوا بيمتازوا بانهم ايه? ها? ثيك وول. والسبيد وف كوندكشن وف ار سريعة فما فيش فرصة للجاز اكس اتشينج. يبقى عرفنا البارتز بتاعت الاناتوميكا الديدس بيس. عرفنا انها بتشمل اللي هي الكوندكتنج زون اوف رس بايراتوري سيستم. تاني حاجة عرفناها. او تاني حاجة عايزمنا نعرفها. النورمال فوليام. اوف اناتوميكا الديدس بيس. نورمالي ان يانجي اضلت ميل. تقريبا الاناتوميكا الديدس بيس يساوي مية وخمسين ميلي. ارقام تتحفز. يبقى الاناتوميكا الديدس بيس عرفت ايه هو? اللي هو ما بيحصلش عنده جاز اكس اتشينج ده بارت اللي هو العبارة عن ال اير كوندكتنج زون. بداية من النوز. لحد مين? لحد موصلنا للتيرمنال برونكيولز. كلام كويس. طب ده الاناتوميكا الديدس بيس. اما للنوع التاني نركز. النوع التاني بقول عليه الفيولر ديدس بيس. هذا الالفيولر ديدس بيس. اول حاجة اعرف او البارتس بتاعته. تاني حاجة اعرف الفيولر ديدس بيس. هو عبارة عن الالفيولاي. اللي بتحتوي على اير كونتين اير. بط. وزاوة بلاد فلو. يعني ايه? معاه هوى الفيولا صحي فيها هوى. لكن ممكن ما يبقاش شهاب لطف له. زي في حالات ايه? زي في حالات البلموناري امبولاس. ووجد الهوى لكن مفيش بلاد فلو مش هيبقى في جزء اكس اتشينج. فبقول عليها الالفيولاس ده هي بجزء من حاجة اسمها الفيولر ديدس بيس. زي واحد معاه فلوس وما بيصرفش منه. ده يبقى افقر الفقراء. اي دي عندها هوى وما بتصرفوش. ليه? لانه مفيش كابيلرس. محيطة بها او المحيطة بها مفيش هي ايه بلد. زي حالات البلموناري امبولاس. نورمالي الالفيولر ديدس بيس 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 ايه? زيرو. يبقى تاني عرفت الالاتوميك ديديس بيس وقلنا انه كام مية وخمسين ملي الفيولر ديديس بيس عرفنا انه كام زيرو النوع التالت من الديديس بيس حاجة اسمها فيسيولوجيكال او فيسيولوجيك ديديس بيس هو عبارة عن هو عبارة عن يعني معناه بتاعته ان الفيسيولوجيكال ديديس بيس بيساوي ايه بيساوي الاناتوميك ديديس بيس زائد الالفيولر ديديس بيس طب نورمالي هيساوي كام مية وخمسين ملي طب ليه لان نورمالي الاناتوميكال ديديس بيس مية وخمسين ملي والالفيولر ديديس بيس صفر يبقى بالتالي نورمالي الفيسيولوجيكال ديدي سبيس كام 150 ملي يبقى تاني التكرار بيعلم الشطار عرفنا يعني ايه ها ديدي سبيس volume of air in the respiratory system that doesn't undergo gas exchange with blood or regions of respiratory system that contains the air and this air doesn't under gas exchange with blood قلنا في حاجة اسمها anatomical dead space وحاجة اسمها alveolar dead space وحاجة اسمها physiological dead space اول ملحوظة تخطر ببالي وانا باتكلم في الديدي سبيس كimportant note اني نورمالي الفيسيولوجيكال anatomical anatomical dead space physiological dead space anatomical dead space ratio is قد ايه واحد الى واحد احط دي في دماغي ليه يعني نورمالي التوتن اللي هو الفيسيولوجيكال dead space بيساوي الاناتوميكال dead space ليه لان الافيولا dead space نورمالي صف يبدي اول ملحوظة تخطر ببالي تاني ملحوظة تخطر ببالي ايه رأيكم لو واحد عمل نورمال انسبيريش ثم فولد باي نورمال اكسبيريش هل الكمبوزيش of air in dead space وخلاص انا هكلم نورمالي يبقى dead space المقصود بقول anatomical dead space هل الكمبوزيش of air in the anatomical dead space is the same at the end of expiration at the end of inspiration ها هل هم مازاسين يعني واحد بيعمل expiration في نهاية expiration نتخيل كده نتخيل ادل ايه عندنا دلوقتي ادل ايه ايه ال airway بسجس اهيه وادة السكة بتاعتنا نكمل لحد ما وصلنا في الاخر الالفيلوس وادة بالشكل ده كده وجيه الشخص ده عمل normal x biration ما يعمل normal x biration الهوى اللي موجود في هنا في الاناتوميك ال at the end of expiration هيحتوي على ايه هيبقى the same composition of expiration يعني ايه يعني بي contains carbon dioxide تا في نهاية ال eksperation كان لسه الهوى خارج من اين من ال الفيلوس صح ولا لا والهوى اللي في الالفيلوس بيحتوي على اكسجن و carbon dioxide فبالتالي الهوى اللي موجود في الاناتوميك ال دي اسميس في الحالة ده هي بيحتوي على carbon dioxide طب نركز مع بعض كده لو واحد بيعمل ها inspiration وفي نهاية ال inspiration اذا ال inspiration في نهاية ال inspiration هلاقي ايه at at end of inspiration هلاقي ال composition of air in dead space هل ها يبقى the same like respiratory zone قالك لا no not like respiratory zone ليه لان الهوى لسه جاي من اين من ال من ال اتموسفير يعني هل هلاقي في carbon dioxide لأ يبقى no carbon dioxide واتحط الصورة يعني بمعنى اخر اقدر اقول ايه اقدر اقول ان dead space كنقطة مهمة له ويصف مميزة له ان dead space مسئول عن difference of composition of air in airway passages at end of expiration and at end of inspiration اظن كده بقت الامور ايه واضحة يبقى تاني التكرار بيعلم الشطار اما اجا اتكلم على عرفت definition عرفت ال types ثم اتكلمت على عرفت normal ratio ما بين عرفت الايه ان dead space مهم جدا في انه يميز لي حاجة اسمها composition of air في اثناء اوقات end end inspiration and end of expiration النقطة التالتة المهمة جدا ك important function برضك لي dead space قال لك خلي بالك dead space لما اجا تكلم على functions functions of spirit resist لان normal dead space ولا انا تميك يبقى انا همسك من اول النوز لحد واشوف بتاعته ايه اظن كده بقات الامور واضحة النقطة الرابعة وده هنشح ان شاء الله احنا بنتكلم في بس هقولها ككلمة دلوقتي حاجة بيميز لي ما بين حاجة مغاية في الامية اللي هو ما بين حاجة اسمها بالمونري فينتيليشن او اللي انا بقول عليه حاجة اسمها او مش هنتكلم عنها كتير بس هد مثال لها بسيط لحد ما نجي نتكلم على البالمونري لو واحد نورمالي بيتنفس من الاتموسفير اهو وبعد ما تنفس من الاتموسفير خلاص بقى وقلنا له ايه جبنا له تيوب اذا النيزة جبنا تيوب او تنفس وحطنا له تيوب يتنفس منها وقفنا له النوز مثلا التيوب دي مثلا وليكن عشرة سنتي هل التنفس زي ما يكون واحد يتنفس من الهو مباشرة زي يكون يتنفس من خلال تيوب ماهيش مصدر الهو لا الهو هيدخل من الاتموسفير يعني الاتموسفير ثم تيوب ثم طبعا لا ماهيتنفس من خلال التيوب ده يبقى احنا زودنا يبقى هيبقى عرضة الهايبوكسيا الكلام ده هيوضح وحنا بنتكلم تاني في البالموناري البالموناري ايه يبقى كلام اللي احنا قلناه اتكلمنا في دي دي سبيس ديفينيشن طايبس امبورتنس للتواصل عبر الموقع خافضل دوت احلى منتدى دوت نت وعلى الفيسبوك سوق في سيولوجي جروب وعلى اليوتيوب دكتور خالد ايه ابو الفضل شامل اشتركوا في القناة